السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبته لطب يارب تكونوا بخير يساعدني وشرفني ان انا اكون معاكم انا اسمي محمد سيد مدرس مساعد فرماكولوجي بكلية الطب جامعة اسيوت ان شاء الله هكون معاكم مع فريق كورسولوجي طبعا عشان نحاول نبسط مادة الفرماكولوجي بقدر المستطع المادة الفرماكولوجي مادة جميلة وحلوة بس هي عايزة شوية فهم عشان توصل بصورة اسهل ونستفاد بها باقصى قدر ممكن مادة الفرماكولوجي بتدرس على مدار سنتين ونص تقريبا في سنة اولى بندرس الكوريكيولم اللي هو نازل عندكم في الكتاب ده انا هديكم فكرة بس بسيطة كده عنه عشان نعرف ايه اللي هندرسه ان شاء الله في سنة اولى في سنة اولى بندرس موضوعات الى حد ما كبيرة شوية وده يعتبر من اكبر الاجزاء في الفرماكولوجي اللي هتتاخد على مدار السنتين ونص بعد كده ان شاء الله هتتاخد الفرماكولوجي مجزئة على حسب كل سيستم يعني هنيجي مثلا في الكارديو فاسكولار سيستم السنة الجاية هناخد جزء بس الادوية اللي ريليتد الكارديو فاسكولار سيستم بعد كده مثلا الرسبيراتوري والريينال سيستم بعد كده الجي اي تي وهكذا فهنلاقي ان كمية الفرماكولوجي هتقل تدريجيا مش هتتاخد حتة واحدة لكن في السنة اولى بيتاخد جزء كبير بصراحة وده بندرس فيه مع بعض تقريبا اربع موضوعات كبار اللي هم الجنرال فرماكولوجي الجنرال فرماكولوجي ده بيشمل موضوعين اساسيين حاجة اسمها فرماكو ديناميكس وحاجة اسمها فرماكو كاينيتكس ده الجزء الاولان الكبير الجزء التاني الاوتوناميك نيرفا سيستم الاوتوناميك نيرفا سيستم ده ان شاء الله هنعرف ان هو بيتاخد على جزئين برضو كبار باراسيمباساتيك نيرفا سيستم وسيمباساتيك نيرفا سيستم الجزء التالت معانا حاجة اسمها قوتاكويدز والجزء الرابح حاجة اسمها الكيموثرابي والكيموثرابي ده ده كترة بيشمل الانتي ميكروبيا دراجز والانتي بروتوزول والانتي المنتيك والانتي فيرال بيشمل كمان الانتي كانسر آآ دراكس آآ ان شاء الله احنا جماعة برضو عشان تبقوا عارفين احنا بنشرح من الهاند اوت اللي هو المصدر اللي انتو بتذكروا منه ده آآ الا ازا كان فيه مسلا محاضرة او حاجة او حد من الدكاترة شرح آآ محاضرة مختلفة شوية عن اللي موجود في الكتاب اللي نزل لكم ده فدي برضو بنشرح منها آآ من اعتمد عليها في الشرح فاحنا ان شاء الله هيبقى الشرح من الحاجات اللي هتذكروا منها آآ لا ازياد ولا اقل ممكن نبقى ساعات فيه شوية معلومات زيادة للفهم يعني آآ جزء زيادة نضيفه معلومة زيادة بسيطة كده عشان بس تكمل الصورة ويبقى الموضوع المتكامل كده ومفهوم الى حد معايا آآ كمان برضو ان شاء الله يعني هيبقى فيه جروب للتليجرام نبقى موجودين فيه مع بعض بحيث برضو نتابع مع بعض الاسئلة بتاعتكم لو فيه اي استفسارات او فيه جزء مش مفهوم آآ ممكن يعني طبعا برحب بالاسئلة وبنجاوب عليها وبن يعني لغاية لما الامور آآ تثبت في دماغكم لان طبعا برضو آآ المعلومة مش تثبت من اول مرة يعني عشان بس تبقى عارفين الفرماكولوجي برضو مشكلتها الاساسية ان هي بتتنسي بسرعة بس يعني مع التكرار ومع المذاكرة ومع الفهم يعني ان شاء الله لحد ما آآ نحاول نخليها تثبت بقدر المستطع. في نقطة كمان خلي بالنا منها ده كثرة اللي هي المذاكرة اول باول. خلي بالكم هتلاقوا ان المحاضرات بتجري. يعني فيه في سرعة كده في المحاضرات وكل يوم فيه محاضرات وكل يوم فيه محاضرات جديدة. فلازم تتابع وبعد كده هتلاقى مرة واحدة كده خلصوا الامتحانات او خلصوا المحاضرات وهيتبدأ في الامتحانات فممكن يبقى الوقت صغير بعد كده او هتبقى الامتحانات ممكن اعمال السنة مثلا و Sunny term في وسط المحاضرات فانت لازم تكون متابع من الاول على الاقل حتى اراية كده المحاضرة نقراها ونسمحها كده ونفهم الحاجات اللي فيها الاساسية بحيس لما نيجي نذاكر او يعني لو اه في وقت صغير قبل امتحانه لحاجة نبقى خلاص عارفين ايه الحاجات اللي هنركز عليها وايه اللي هنذاكره كويس وما تبقاش اول مرة نفتح المحاضرة قبل الامتحانة على طول اخيرا طبعا مش عايزكم تقلقوا من الفرماكولوجي هي مادة جميلة وممتعة وهتستمتعوا بيها ان شاء الله ويعني هتحسوا باهميتها ان هي مادة مهمة فعلا لان هي انت نص العلاج كدكتور بعد كده ان شاء الله نص العلاج بيبقى علاج دوائي انت جالك اي مريض لازم هتكتب له رشدة فيها ادوية فلازم تبقى فاهم الادوية كويس وكل ما كان الدكتور شاطر كل ما هتلاقي او دورت كده ورا هتلاقي ان هو كان فاهم الفرماكولوجي وعارف ايه الادوية اللي بيكتبها وعارف على اي اساس كتب الادوية دي وعلى اي اساس ما كتبش الدواء ده والتفاصيل ده كلها بيبقى الدكتور الشاطر هو اللي عارفها ودي طبعا يعني هتفرق معاكم ان شاء الله بعدين قدام العلاج زي ما قلت بيبقى نص دواء او نص التاني ممكن مثلا تدخل جراحة فانت لازم مفيش دكتور مش هيكتب روشيتا